ترجمة نانسي قنقر تانياً هات سيدة الوزيرة حينما عينها صاحب الجلالة وعطاها تعيين يعني برز يعني الإرادة دير صاحب جلالة بشتول القطاع دبرت لمدة سبعة أيام ما يمكنش تدبر في إطاري واحد الفراغ قانوني لا بد من نص قانوني يعطي الشرعية والإلزامية لقرارات لاخدتهم فالسبعة أيام لذلك الأمانة العامة لم تخطئ بل تعمدت نشر المرسومين معاً ولكن من أن ترجع الظاهر التعيين والظاهر الإيقاف التعيين سيتحدد من مارس خلال كل مرة نفس شيء وقع بالنسبة للحق أو ممارسة سلطة الوصاية من طرف سيدة وزيرة الاقتصاد والمالية على بعض المؤسسات العمومية وتقال هذه المؤسسات العمومية في القانون العادي ديالها وهذا غير مرسوم أعود دائماً للطبيعة القانونية للاختصاصات أولاً المرسوم الاختصاصات يمارسه رئيس الحكومة بناء على الفصل 93 من الدستور لرئيس الحكومة هو الذي يملك أن يدبر القطاعات وبالتالي هذا الفصل أكبر من القانون لكن منيك ترجع للمرسوم المتعلق بالاختصاصات ديال سيدة وزيرة الاقتصاد والمالية فيه في الأخير إلى حين تغيير القوانين المرتبطة بمعنى أنه هذا المرسوم ماذا يفعل؟ يوجد سيد الإرادة التي أرادتها الحكومة في شكيلتها الجديدة إلى حين تغيير القوانين المرتبطة في هذا القطاع هذا شكراً لكم شكراً لكم